المرة هذي في صنك فاكت خطرت بش نبدالكم بالمغنية أقبل الغنية المغنية متاعنا تولدت في كندا جات من عائلة مكونة من 14 صغير تربيت في مدينة كيبك الموسيقى كانت جزء أساسي في حياة عائلتها وين تعودت العائلة الكل يغنيوا مع بعضهم وكانت عنصر مهم زادة اللي يربطها مع العائلة ومع ابوها خاصة نتصور اللي الناس اللي تسمع فيه الكل عارفوني على شكول نحكي سالين ديون المغنية اللي حبينا الموزيكة متاحها الناس الكل وغنيتنا لليوم هي باغليا مانبير الغنية فيها برشة معاني عميقة وشخصية خاصة على خطر بكل بساطة نلقى سالين تعبر على مشاعر الفقدين البوها وتقول انها تحب تحكي معه مرة أخرى وتسترجع ذكرياتهم مع بعضهم ويني خلينا نغصوا شوية في علاقتها معاه أديمار ديون بو سالين توفى في 30 نوفمبر 2003 ووفته جيت بعد معاناة طويلة مع المرض المغنية متاعنا كانت متعلقة به برشة وكان بالنسبة لها رمز للأمان والدعم العائلي وين كان من أكثر العباد اللي شجحها في مسيرتها وحبها تكمل في غرامها ورغم اللي الوضع المادي للعيلة كان متوضع أديمار حاول بأقصى مجهوداته بش يعيش العيلة في بيئة باهية وخاصة كونه غرس فيهم حب الموسيقى من اللي صغار ذك عليش في الغنية ما نلقاوش ذكريتها كهو أما نلقاوه عالم كامل من نوستلجي اللي عاشته سيلين وعيشته هنا بالغنية الغنية هذي خرجت 2012 وتحديدا بعد 9 سنين من اللي توفى بها بعد ما بديت شهرتها العالمية وخاصة بعد ما خرجت برشة أغاني سيلين لقات روحها في شهرة عالمية وضغط كبير وبعد ما انتقلت للولايات المتحدة وليد رمز حست بالانفصال على جذورها وكانت متوحشة أكل بساطة اللي كانت تعيش فيها مع عائلتها وخاصة أمعبوها والفراغ هذا خليها تخرج لغنية هذي بش تعيش روحها أكل تفاصيل المزيانة من عالمها الأقديم اللي بش يقعدولها كل ملجأ تمشيله بش تهرب من شهرة كان بش نحكيه موزيكا لحنة بتاع الغنية كان يتميز بالهدوء اللي تماشى مع كلماتها العاطفية نلقاو زادة برشة إليت وتريا كيمال تشيلو الفيولون اللي زادوا كالطابعة الدرامية للغنية فما زادة شوية مؤثرات شرقية نلقاو النغامات شرقية خاصة في الانتقال بين الأجزاء ويمكن زادة هذي الحاجة اللي خليت اللحنة متميز وفيه طابعة روحي من نجموش ننسي وكونو الغنية جادة ضمن ألبوم سانز انتندر اللي حقق مبيعات ضخمة في فرنسا وكندا ولقاو نجاح تجاري كبير وحقق شعبية في برشة بولدان تحصل زادة على شهادة البلاتين في فرنسا بعد ما تبعوا أكثر من ستمائة ألف نسخة فما جانب عميق إخريني اللي هو المقابلات اللي خرجت فيهم سيلين ديون تحكي وكانت ديما تقول كونو الغنية مهيش فقط لبها بقدر مهي رحلة روحية وشخصية بين الحياة والموت كما زادة اعتبرتها طريق التعبير الحبنا للعباد اللي فقدناهم وما نجموش نتواصلوا معاهم كانت هذه الصونك فاكت لليوم